بسم الله الرحمن الرحيم، الوحدة التاسعة منهج المواد الدراسية نتناول في هذه الوحدة الموضوعات التالية أولاً مفهوم منهج المواد الدراسية المنفصلة ثم نعرج في هذه الوحدة على خصائص منهج المواد الدراسية المنفصلة كما نبين مزايا منهج المواد الدراسية المنفصلة عيوب منهج المواد الدراسية المنفصلة وأخيراً تحسين منهج المواد الدراسية المنفصلة ويكون من خلال منهج المواد المترابطة منهج المواد المندمجة منهج المجالات الواسعة نبدأ أولا في مفهوم منهج المواد الدراسية المنفصلة منهج المواد الدراسية المنفصلة يعد من أقدم المناهج وأكثرها شيوعا وذلك بسبب تنظيم المعرفة من أجل تحقيق التعليم وأيضا كذلك إمكانية تعديل هذا المنهج وتطويره وبشكل عام يعتبر منهج المواد الدراسية المنفصلة تنظيما منهجيا متمركزا حول المعرفة في شكل يفصل مجالاتها عن بعضها البعض وذلك دون ترابط بين موضوعاتها أو تكامل في تدريسها أو تنسيق بينها من هنا يمكن القول بأن منهج المواد الدراسية المنفصلة يقصد به تنظيم المحتوى في صورة مواد دراسية منفصلة كاللغة العربية والتاريخ والفيزياء والكيمياء وغير ذلك وكل مادة دراسية منفصلة عن الأخرى ثم توزح هذه المواد بترتيب منطقي على سنوات الدراسة وتدرس كل مادة في الحصة المخصصة لها